تنطلق اليوم فعاليات قمة الأمن الإقليمي السادسة عشرة حوار المنام 2020 التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 3000 شخصية من الوزراء وكبار صناع السياسة وخبراء يمثلون حوالي 50 دولة عاصمة الريادة تستضيف مؤتمر حوار المنامة بعد نجاحات باهرة لأكثر من عقد ونصف من الزمن حولت المنامة إلى أيقونة ومنصة استراتيجية عالمية مرموقة تناقش كافة الملفات التي تشغل المنطقة والعالم شجع المؤتمر منذ بداية انطلاقه على المناقشات العابرة للحدود حول الموضوعات الأكثر صلة بالتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية لكن مع تهديد جائحة كورونا أصبح من المهم مضاعفة الجهود أكثر من أي وقت مضى وكان أصرار وعزيمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء وحرصه على إقامة حوار المنامة الدليل الأكبر على تبني المملكة للسلام وجمع صانع السياسة العالميين في مكان وآن واحد وصياغة عصر جديد هدفه استقرار المنطقة حوار المنامة هذا العام يشارك فيه واقعيا وافتراضيا الآلاف من المسؤولين والمفكرين من مختلف دول العالم تميز هذه المرة بعقد الحوار بشكل مختلط واقتصر الحضور الفعلي لما مجموعه ثمانين متحدثا ومندوبا كما تعطى الأولوية للحضور الشخصي للمتحدثين والمندوبين الحكوميين بحكم ما فرضته جائحة كورونا من تقييد للإجراءات على العالم تدور النقاشات في أولى جلسات المؤتمر حول الحوكمة العالمية في أعقاب جائحة كوفيد-19 تليها بحث ملفات أمن الشرق الأوسط وحل نزاعاته بالإضافة إلى مواضيع تعنى بالدبلوماسية والانتشار والأمن الأقليمي والدبلوماسية الدفاع والتحديث في الشرق الأوسط والشراكات الأمنية الجديدة في المنطقة ويأتي المؤتمر بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية واحد أهم معاهد الفكر الاستراتيجي في العالم وهو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له ويصنف باعتباره من أفضل المؤسسات البحثية في العالم نظرا لطبيعة إصداراته ذائعة الصيت وحجم ونوعية الخبراء الذين يعملوا نبه وحجم إسهاماتهم في المناقشات والمنتديات المتخصصة في الفكر الاستراتيجي ترجمة نانسي قنقر